بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ مَمِّنْ صَالِكْ كتابٌ أُوزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَفْيُّ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَيْنِ الْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا هُمْ مُزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءٌ قَلِيلًا مَا تَذَّكَّرُونَ وَكَمِّعُوا قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَاسُنَا بَيَاتًا أَوْمُ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعُوِيهُمُ إِجَاءَهُمُ بَاسُنَا إِلَّا أَوْمُ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس لم يكن من السابقين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نير وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذعوما مدهورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حين مشيتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما موري عنهما من سوآتيما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فذلاهما بغور فلما ذاق الشجرة بذت لهما سوآتهما وطفقا يخشفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهدتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريسا وآتئ وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم ينذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يرهم وقبيلهم من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وددنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يمو بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسطة وأقيموا مدوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهددون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرقوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يوزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النير فيها خالدون فمن أظلم من افتري على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينابون نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كيفرين قال ادخلوا في أمم قلقلت من قبلكم من الجن والإنس في النير كلما دخلت أمة لعمت أختها حتى إذا ادارتوا فيها دميعا قالت أخرهم لأولئهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا فآتهم عذابا ضعفا من النير قال لكل أن ضعف ولا بلا تعلمون وقالت أولئهم لأخرين فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعى أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحكيم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النير أم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأزن موزن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصفرون عن سبيل الله ويبرونها عودا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسينيهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصار تلقى أصحاب النير قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسينيهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسموا لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنكم تحزنون ونادى أصحاب النير أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقهم الله قالوا إن الله حرمهما على الكفرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جيناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت قد جاءت رسول ربنا بالحق فهلنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفتأوا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام سنس ما استوى على العرش نرش الليلة من نهار يطلبه حثيثا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنذوم هم مسخرات بأمره ألا لهم الخلق والأمر نبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسين وهو الذي يرسل الرياح نصرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا سقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نفرد الموت لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباتل بإذن ربه والذي خبس لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكون لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لك من إله غير إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومي إنا لنريك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبكم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معا في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاب أخاموا مدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومي إنا لنريك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبكم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم كلفاء من بعد قوم نوع وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا ذابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير قد جاءت بينكم من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروا آتاكم في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتمحكون الجبال بموتا فاذكروا آلاء الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل بهم منون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتوا به كافرون عقروا الناقة وعفوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ويتنا بما تعبنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دينهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبق بها من أحد من العالمين أهنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يجطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مضرا فانظر كيف كان عاخبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيوم قد جاءتكم بينكم من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك الخير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تويدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا وازكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلك به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير حاكم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرج منك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد اشترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ ندان الله منها وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتوا شعيبا إنكم إذا لخاسروا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديرهم جاسمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم مكفرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قدم السهاباء أنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن ياتيهم باسنا بحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يا من مكر الله إلا القرم الخاسرون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونقبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكيفرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسخين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جيتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جيت بآيتي فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصار فإذا هي صابان مبين ونزع يدهم فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تامون قالوا أرجئه وأخاه وأرسل في المداء الحاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا آئين لنا لأدرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن كل من المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعينا الناس واسترهبوا وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافتون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا نالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحر الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذر لكم إن هذا لمكم ترطموه في المدينة لتخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون لأقدعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أدمعين قالوا إنا إلى ربنا مطلبون وما تعمق منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلمتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم طائرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورث آمن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جيتنا قال عسى ربكم أن يهلك علوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا داءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحلك بمؤمنين فأرسلنا عليهم التوفان والجراب والكمل والضفابع والدم آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعوا لنا ربك بما عيد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنوصلن معك بل إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالعوا إذا هم ينقسون فانتقرنا من فأغرقناهم في اليمن بأنهم كذبوا بآياتها وكانوا عنا غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقوم وما كانوا يعرجون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكثون على أصنام لهم قالوا يا موسى دعل لنا إله كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنبيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقدلون أبناءكم ويستحيون بساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى سلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وتلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانهم فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني أصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا لهم في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريد دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل العشد لا يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حرقت أعمالهم فليجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلموا ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لإن لم يرحمنا ربنا ويغفلنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي أعدلت الأمر ربكم وألقى الألواح وأخذ براس أخي يجره إليه قال بنا أم إن القوم استضعفوني وتاذوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفل لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالوا وضبوا من ربهم وزلة في الحياة الدني وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسخة آهده ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شيت أهلكتهم من قبل وإيايا أتنبقنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فكمتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين واتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتب آل الذين يتقون ويوقون الزكاة والذين همون بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوريد والإنجيل يا مرهود المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليه الخبائث ويحرم عليه الخبائث ويضع عنهم الإصرم والأغلال التي كانت عليه فالذين آمنوا به وعزه ونصره ويحرموا واتبعوا النور الذي أنزل مع أولئك وهو المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ومن قبل محمد الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحرم ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تحفظون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقفعناهم اثنتين عشرة أسباطاً أمماً وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عيناً قد علم كل أماس مشربه وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ دين لهم اسكروا هذه القرية وكلوا منها حنشيتم وقولوا حفرة وادخلوا الباب سدداً نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعجون في السبت إذ تاتيهم إيتانهم يوم سبتهم شرعاً يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تاتين كذلك نبلوهم بما كانوا يفسفون وإذ قالت أمة منهم لما تعدون قوماً إلا أهلتهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتكون فلما نسوا ما ذكروا به أنزينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسفون فلما عتوا عما مروا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذى الربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمماً منهم الصالحون ومنهم بدون ذلك وبلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الأذنى ويقولون سيغفر لنا وإن ياتي معرض مثله ياخذون ألم يوخذ عليهم نيساق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إلا لا يضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه زلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم جرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى سهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ونعلهم يربعون واتلوا على النبأ الذي آتيناه آياتنا فإن سلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شينا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع آواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد زرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعان بلهم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسن فدعوه بها وزروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأقول لي له إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلون فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في تغيانهم يعملون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتها يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقتم من نفس واحدة وجعل منها زوجا ليسكن إليها فلما تغشا حملك حملا خفيفا فمرت به فلما أسقلت دعوى الله ربهنا لإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوكم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قلوا دعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنزرون إن ولي الله الذي مزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتريهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهدين وإما ينزغنك من الشيطان نزه فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسوا الطيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمضونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمروا له وأنصطوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافدين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادك ويسبحونه وله يسجدون